السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدراسات الإسلامية لفصل الدراسة الثالث ومع التوحيد والوحدة الأولى والدرس الثالث معاني أسماء الله الحسنة كنا في الدرس السابق تكلمنا عن معاني أسماء الله الحسنة في الدرس الثاني واليوم نكمل الحديث عن معاني أسماء الله الحسنة أقرأ الآيات في الجدول التالي ثم استخرج منها أسماء الله الحسنة قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى الاسم هنا اسم الله الحسنى الرحمن الاسم هنا من اسماء الله الحسنى هو الرحمن سبحانه وتعالى الآية الثانية قال الله تعالى إني بما تعملون بصير فاسم الله هنا في هذه الآية البصير سبحانه وتعالى قال الله تعالى مالك يوم الدين فاسم الله سبحانه هنا المالك أو الملك سبحانه وتعالى فتقرأ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين فالاسم الله هنا المالك أو الملك سبحانه وتعالى كثرة أسماء الله تعالى وصفاته تدل على عظمته أولا الرحمن معنى الرحمن أي الذي اتصف بالرحمة الواسعة قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذن رحمة الله تعالى واسعة فمعنى الرحمن أي الذي اتصف بالرحمة الواسعة من أمثلة رحمة الله بعباده أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب عليهم لهدايتهم إلى الطريق المستقيم من رحمة الله تعالى انزال المطر من رحمة الله تعالى أيضا خلق الإنسان في أحسن تقويم هذا من رحمة الله تعالى إذن خلق الإنسان في أحسن صورة في أحسن شكل هذا من رحمة الله تعالى أيضا من رحمة الله تعالى أن الله خلق لنا أو سخر لنا السماوات والأرض أن سخر لنا السماوات والأرض وما فيها أو ما فيهما فقد سخر لنا الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر الشمس تعطينا الضوء والحرارة القمر نعرف به منازل الشهر كذلك سخر الله لنا النجوم لنهتدي بها في البر والبحر سخر لنا الله البحارة لتحمل السفن وسخر لنا كذلك في الأرض سخر لنا النباتات وسخر لنا الحيوانات هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى نشاط واحد بالتعاون مع مجموعة أكتب أمثلة أخرى لرحمة الله بعباده من رحمة الله بعباده أيضا إجابة الدعاء من رحمة الله تعالى لنا أنه يرزقنا فهو ييسر لنا الأرزاق أيضا من رحمة الله تعالى بنا أنه يغفر لنا الذنوب والخطايا أيضا من رحمة الله تعالى بنا أنه لم يكلفنا من العبادات ما لا نطيق فهذا أيضا من رحمة الله تعالى بنا أنه لا يكلفنا ما لا نستطيع أن نقوم به من العبادات ننتقل بعد ذلك أبناء لاسم الله القدير معنى القدير أي الذي اتصف بالقدرة الكاملة فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى قال الله تعالى وهو العليم القدير من أمثلة قدرة الله تعالى أنه قادر على إجابة الدعاء وأنه قادر على عقوبة من عصاه وأنه سبحانه وتعالى أيضا قادر على شفاء المرضى قادر على إحياء الموتى قادر على إنزال المطر قادر على إنبات الشجر هذه كلها من قدرة الله سبحانه وتعالى إن هذه بعض قدرات الله سبحانه وتعالى أنه قادر على إحياء الموتى قادر على إنبات الشجر والزروع قادر سبحانه وتعالى على إنزال المطر وغيرها كثير من الأشياء نشاط إفمان بالتعاون مع مجموعاته أكتب أمثلة أخرى لقدرة الله تعالى أمثلة أخرى ذكرنا أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى قادر على إنزال المطر وأنه سبحانه وتعالى قادر على إنبات الشجر ثالثا اسم الله السميع البصير سبحانه وتعالى معنى السميع أي الذي يسمع جميع الأصوات الظاهرة والخفية ومعنى البصير أن الله يبصر ويرى كل شيء إذن السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات الظاهرة التي يسمعها البشر العاديين والأصوات الخفية التي لا نسمعها كأصوات الحشرات وأصوات الدواب وما يجول في خاطر الإنسان ما يفكر فيه كل ذلك الله يسمعه ومعنى البصير أن الله سبحانه وتعالى يبصر ويرى كل شيء فوق الأرض وتحت الأرض يبصر ما في السماوات وما في الأرض وما في الملك جميعا قال الله تعالى إن الله هو السميع البصير سبحانه وتعالى نشاط ثلاثة أتأمل الموقف الآتي دخل شاب الحديقة وأراد الجلوس فوجد العامل قد سق الزرع ولا يزال مبللا فلم يستطع الجلوس عليه فغضب منه وتكلم عليه بكلام غير لائق ثم تذكر أن الله يرى ويسمع فاستغفر الله مما فعله للعامل أذكر صفة من صفات الله وردت في هذا الموقف ورد في هذا الموقف صفة الله سبحانه وتعالى السميع والبصير فهو يرى ويسمع أي البصير وكذلك صفة السميع له سبحانه وتعالى إذن البصر والسمع له سبحانه وتعالى فهو بصير يرى كل شيء سميع يسمع كل شيء ما واجب اتجاه العامل واجب احترامه وحسن معاملته ننتقل بعد ذلك ابناء إلى التقويم اختر من العمود با بما ينسبه من العمود ألف معنى الرحمن الرحمن هو الذي اتصف بالرحمة الواسعة فهذه رقم واحد إذن الرحمن هو الذي اتصف سبحانه وتعالى بالرحمة الواسعة معنى القدير أي الذي اتصف بالقدرة الكاملة سبحانه وتعالى فهذه رقم اثنين معنى البصير أي الذي يبصر كل شيء سبحانه وتعالى معنى السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات فهذه رقم أربعة هكذا عزينا قد أنهينا هذا الدرس من أسماء الله الحسنة ألقاكم بإذن الله تعالى في الفيديو القادم مع أثر الإيمان بأسماء الله وصفاتي في حياتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دونتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته